بنسبة 99% مفيش دوري السندي مفيش دوري السندي وده كلام جاي من وزارة الداخلية نفسها مفيش دوري السندي وإن يتم إلغاء مطشاط لمنتخب مصر ما فيهاش أي نوع من الحساسية أو بتاع وإلغاءها ودي ودية أولا ومش أهلي ولا زمالك ولا مصري وفي حتة بعيدة جدا ففيه تخوف دامج جدا بالأمن وأنا بقول لكم مفيش مطشاط دوري هذا الموسم المحاولات إن الموسم الجديد يبتدي بدري يعني فيه كلام إن هو يبتدي في شهر سبعة فأول سبعة قبل الرمضان بخمستاشر يوم يكون الموسم الجديد ومش هيكون فيه نزول ولا هيكون فيه صعود الله أعلم بقى إيه اللي هيحصل مع النادي المصري البورسعيدي بس برضو موضوع النادي المصري ينزل أو ما ينزلش أو يبقى أو يلعب كلها فيها صعوبة لو اتحاد الكرة خد قرار بورسعيد بتاعشة كرة القدم وهيقول لك المصري ملوش زنب ولا الجهاز الفني ولا اللعيبة لو ما خدوش قرار هل المصري هيقدر يلعب المطشاط اللي جاية وهيكون النفوس ارتاحت وهل هيقدر يلعب ضد الأهلي وضد الزمالك في مصر وفي بورسعيد ولا هيلعب الدوري السنة الجاية كل مطشاطه خارج أرض يعني موضوع ملوش حل محدش فاهم هيتحل إزاي يعني في النهاية الله أعلم توي في تاريخ